اهلا بكم في فيديو جديد لمراجعتنا للوحدة الاولى النهاردة بنتكلم على جزئية مهمة جدا اللي هي الضماير الشخصية نخلي بالنا مع بعض كده الضماير الشخصية حاجة مهمة جدا اول جزء هنتكلم عليه النهاردة او هنحاول ان احنا نفتكره ضماير لو ولا وقال لاب الصرف ولي وديا بسميها المجموعة المباشرة الاربع ضماير دول يا جماعة بيحلوا محل مفعول به لازم يكون مباشر طيب يعني ايه مباشر ديا قال لي يعني ما سبقوش حرف جر طيب ممكن يكون عاقل او غير عاقل المهم انه يكون مباشر دي اول حاجة مباشر ما فيش حرف جر تلع حاجة يكون معرفة طيب معرفة يعني يعني سبقو عداد تعريف او سبقو صفات اشارة او سبقو صفات ملكية او يطلع اسم علم او اسم شخص كما احنا عارفينه طيب هيجي بهالف الامتحان في شكل اختيارات بالمنظر ده كده عشان تحل صح بص كده هيجي في الاول يديني اسم مثلا يقول مثلا علي جو وفوة هم دول اللي انا بحل على اساسهم الكلمتي اللي انا علمت عليهم دول الاسم اللي اضابه في الاول دول ده اسم مفرد تانى حالة الفعل اللي بعض النقاط ده بير بوفور يعني يرى فعل يرى ما بيعص حرف جر مع البنا ادمين اقولها جو فوة كلكا او جو فوة علي انا بشوف علي على طول مباشرة ما فيش حرف بر يبقى علي هنا مفعول به مباشر فاعوض عنه بضمير الشخص اللي هو له طبع عشان مفرد مذكر او زي المثال التاني بقول مونة جي رانقومتري بس هنا في او تابعي طيب مونة انا رانقومتري يعني يقابل انا قابلتها طيب رانقومتري كلكا يقابل شخص ما طيب انا قابلت مونة طيب مفروض ما كان مونة اه هاجيب ايه اللي هاجيب لا لا لاني مفعول بمباشر ايوا بس صح كده عشان خاطر الفعل اللي بعض النقاط اوله متحرك يبقى شي طبيعي بتتحول اه للا لا بصرف طيب نكمل اه ميزامي اه جي فو ده بالبوفور يرى بس في الماضي مركب انا رأيت رأيت اصدقائي يبقى مفعول به مباشر لاني قلنا فعل يرى ما بيعص حرف اقار يبقى طبعا هاجيب لي يبقى هاجيقولها جي لزي فو انا رأيتهم مونبير ابي جي اقوية على ايروبور برب اقويلير يعني يستقبل اقويلير يستقبل اه كلكا يستقبل شخص ما طيب فعل يستقبل ده ما بيعص حرف غر طيب خلاص يبقى يستقبل ابي بقى مفروب ما كان ابي هاجيب له بس طبعا هاضطر لكتبها الا بصرف لان الفعل بادئ بحرف اه متحرك طيب نكمل اه هقول مثلا مامير امي جو بريفير اه بمعنى يفضل اه ما بيعص حرف غر يبقى اه هعوض عن الامة بالضمير له طيب دلوقتي ايه اهم الافعال اللي لما شوفها في الامتحاد ابقى انا متطمن كده وعارف اه ان هي ما بتاخدش حرف غر اه واجب معاها اه لو والله وقال له ابي صرف وليه الافعال دي لازم تركز عليها كويس قوي ونحفظها كويس قوي طبعا ها بيربي امي يعني يحب بقول اميك الكا او اميك الكيشوز يعني ايه بالعربي يعني يحب شخص ما او يحب شيء عادي يبقى ده ما بياخدش حرف غر اصلا اه ولا مع الاشخاص ولا مع الاشياء نفس الكلام مع بيربي بريفري اللي هو بمعنى يفضل عدوري يعشق ديتاستي يقره روجردي يشاهد كومبروندور يفهم فيزيتي يظهر بس احب بس كده ملحوظة كده ان فيلمي فيزيتي يظهر للاماكن بس اه طبعا طيب نكمل اه اه تروفي اه بمعنى يجد كونتر يعرف اه براتيكي يمارس ابيلي ينادي او يستدعي بريباري يعد او يجهز ريزيرفي يحجز اباندوني يترك ابراندور يتعلم شانتي يغني لير يقرأ ان في تي يدعو اه ناخد بالنا كده ولاد الافعال دي كلها كلها ما بتاخدش حرف جر يعني انا لو بصيت في الامتحاد اه بعض النقط والادفعل من الافعال دي لادفعل من الافعال دي قال لي على طول وانا مغمط يبقى الاختيار بتاعي اه هيبقى ها لو ولا ولا اهلا ابرس طرف ولي لان الافعال دي ما بتعص ما بتعص حرف جر ودي اول حاجة لازم اخد بالي منها كويس اوي اه وانا بحالي طيب تعال بعد كده اه اخد بالي من حتة تانية ومهمة وانا اشغل اه ممكن يجيب لي السؤال اه بتاع الضمار الشخصية دي عبارة عن سؤال واجابة اه قال لي سؤال واجابة اه يعني متخدعش في الجملة دي اه اشتغل دايما عالجملة التانية مش الاولانية يعني بصت على كده لجملة دي كده ذاتو تليفوني اتصار لو بصت كده للمفعول اللي هو كلمة الاخت هلاقي مفعول به غير مباشر اهو مسبوق بايه مسبوق بحرف الجر اهو مسبوق بحرف الجر اه تمام ففي الحالة دي هفكر طبعا ان هو مفروض يجي مكانه هم ضامر لوي لما بص كده لما جي جاوب هه غير الفعل غير فعل تليفوني انه جوفي انا سوف ران كونتري اقابلها هذا المساء يبقى انا المرة دي اشتغل عليها فعل يقابل تمام طيب بمعنها هنا كانها كلمة الاخت جاية معها جاية مع فعلها يتصل فكانت غير مباشر فجبنا الوي انما هاخد الاخت وحطها بعد فعل يقابل ران كونتري كلكا يقابل شخص ما يبقى هنا الاخت مفعول به مباشر واجب مكانها لا يبقى انا بشتغل اولاد زي ما اتفقنا على الجملة التانية ما تخدعش في الجملة الاولانية طيب زي المثال التاني تكري اسامي هل انت بتكتب لي اسامي؟ يبقى اسامي هنا مفعول به غير مباشر مفروض برضو هاعوض عنه لو في الجملة دي بالضامر اللوي انما هو قال نو جوفوا لا انا هشوفه يبقى انا هشوف مين اه انا هشوف مين هشوف سامي يبقى سامي هنا لما ييجي بعد بعد فيربوبوار اللي هو يرى يبقى سامي هيبقى مفعول به مباشر فعشان كده عوضت عنه عوضت عنه ضد من اللوي انما لو لقينا جاي بنفس الفعل خلاص يبقى انا مغيرش الفعل ما بين السؤال والاجاباء يعني لو نفترض انه قال مثلا تيكري اسامي وراح قال مثلا وي جو نقط وراح مكمل وقال اكري يبقى كده الجملة ما تغيرتش يبقى في الحالة دي هختار هختار طبعا هختار الضمير لان هو ما حصدش تغيير لفعل الجملة يبقى لما تجيل في شكل اولاد في شكل اسؤال واجابة بروح اشوف يا ترى الفعل اتغير ولا ما اتغيرش طيب دول اول اربع ضمير عندنا اللي هم كانوا له و لا و الا ابو الصرف و ليه ودول كانوا بيحلوا محل مفعول به زي ما اتفقناها مباشر و معرفة ينفع عاقل و ينفع غير عاقل طيب نجل تانى ضميرين عندنا عندي ضمير لوي بمعنى هو او هي ولير يعني يا هم يا هن طيب الضميرين دول اللي بيحلوا محل مفعول به اولا اولا غير مباشر يعني لازم يكون المفعول بتاعي سبقوا حرف جر ومش اي حرف جر ده حرف الجر اه زي ما احنا عارفين طبعا باضغاماتها يعني ممكن ال ا تبقى ها تبقى او ممكن تبقى الا ممكن تبقى ا الا ابو الصرف ممكن تبقى او بالاكسر طيب ده اول حاجة تاني شرط غير انه مسبوق بحرف الجر اه قال لي تاني شرط لازم يكون المفعول بتاعنا انسان ما ينفعش يبقى غير عقل طيب زي الامثلة كده اجا اقول ها مونة اهو بتكلم عن بنا ادم جكري طيب نروح للفعل بربي اكريب يكتب يكتب بيعص حرف ضر ولا بيعص قال لي خد بالك من الحتة ده عشان الحتالها تفرق المعانك كوي اه اه افعال كتير قال لي فعلي يكتب ياخد حرف ضر لو ورا انسان اكرير عاكل كام يكتب لشخص ما انما لو ما بنحكش عن انسان بنحكي عن غير عاكل يبقى اكرير كاركوشوز يعني ما ياخدش حرف ضر بل حتة ده بتلخبط طلبة كتير وهنجي لها دلوقتي ونعلق عليها المهم احنا هنا طبعا بنحكي عن مونة يعني عن انسان يبقى اكرير اكل كام او بيكتب له مونة يبقى مونة مفاول به غير غير مباشر وعاكل ومفرد يبقى عوض عنها عوض عنها بالضمير بالضمير لوي الجملة التانية ميزامي اصدقائي وبرضه نفس الفعل فعل يكتب يكتب الى اصدقائي يبقى هنا جبه يبقى عوض بالنمير لير طيب الجملة المثال اللي بعد كده بقول نوها جو لس ان ميساج بربي لسي يترك بص كده يترك شيء يترك رسالة بس مش ده موضوعنا يترك رسالة نوها ولا لي نوها يبقى الى نوها يبقى لسي كالكوشوز كالكوشوز يعني يترك شيء ما الى شخص الى شخص ما يترك حاجة لحد طيب يبقى نوها يبقى نوها طبعا ما فاقول به غير ايه غير مباشر وعاكل ومفرد فعوض عنها بضمير لوي مامار جو في تليفوني يتصل يتصل بأمي يبقى عوض عنها برضو بالضمير لوي نفس الكلام اولاد طيب تعركز بقى معايا هنا كده بيقول لي الافعال اللي بنستخدم معها مفعول به مباشر لغير العقل يعني لو كنت بحكى عن غير عقل بحكى عن غير عقل يبقى ها غير العقل ده هيبقى مباشر يعني ايمي الاخر كده قال لي انا عوض عنه ها بلو ولا ولا بصرف ولي تعال اول نشوف يسلف او يقرد يقرد شيء يحكي يحكي حكاية يرسل يرسل شيء يعطي يعطي شيء يمرر او يباص القرب او يطلق كذيفة يوضح او يبين يبين شيء يتحدث ريبروندر يستقنف دير يقول يقول شيء ضمم دي يسأل افرير يعرض او يقدم سويتي يتمنى يعطي يعطي شيء بوزي يطرح سؤال يشرح شيء يحضر يطرق الافعال دي كلها كلها لو شفتها في الجملة بعض النقط شفتها بعض النقط وكان بيحكى عن غير عقل يبقى في الحالة دي في الحالة دي انسيادتك هتروح تختار اه تختار ايه تختار لو اه وتختار لا وتختار لا وتختار ايه لا ابو الصروف وتختار لي لان الافعال دي ما بتاخدش حرف جر مع غير العاكل يبقى ده حاجة مهم باول ان انا احفظ دول او ابقى عارف المعلومة دي يبقى لو شفت الافعال دي ولقيته بيحكى عن غير عاكل يبقى هيقع اختياري على لو ولا وإلا ابو الصروف وإيه وليه طيب ده لو كان ها بنتكلم عن غير عاكل طيب لو كان المفعول بتاعي بقى عاكل بحكى عن عاكل قال لي لا هنا الوضع مختلف لو بحكى عن عاكل يبقى الافعال دي هتحتك حرف جر يعني الافعال دي تاخد حرف جر مع العاكل انما ما تاخدش مع غير العاكل يعني يسلف يسلف فلان ولا لفلان لفلان يبقى بريتي كالكوشوز اكلكا يعني يقرد او يسلف شيء ما لشخص ما رقنتي يحكي يحكي فلان ولا لفلان لفلان يرسل الى فلان يعطي الى فلان لانسي اكلكا مونتري برضو اكلكا بارلي يتحدث اكلكا وهكذا ولاد يبقى لازم تاخد بالك هو اصلا لو جاب الافعال دي وكان بيتكلم عن انسان يبقى اختار ليه لوي ولير انما لو جاب الافعال دي وكان بيتكلم عن غير عاكل يبقى اجيبها لولا ولا ابو الصروف ويلي دي اخد بالي منها كويس اوي طيب حاجة تانية مهمة خد بلك منها اوي مفيش وجود لمفعولين من نفس النوع في جملة واحدة نادرا يعني تمام مبقاش في مفعولين من نفس النوع يعني اه قال لي يعني هو لو جاب لي فيك جملة مفعول اسم وجابه مباشر وعايز ضمير ايه انا اجيب له بقى الضمير عكسه اجيبه له غير مباشر طيب لو جاب لي الاسم دوا اجيبه له غير مباشر وعايز هو بقى اجيب لنا الضمير اجيبه له انا بقى العكس اجيبه له مباشر ايه المسال ده كده اه بقول اه سات فلور عازيه الزهرة جو فيه دوني اه نادا بصوا بقى معايا كده هو عايز ضمير مكان وردة او كان مكان الزهرة تمام طيب تعال اول نطبق اه بالطريقة اللي احنا كنا قلناها فوق اه ايه طريقة اللي قلناها فوق اه اللي هو فعله يعطي فعله يعطي دوا طيب انا بحكى عن مين بحكى عن ظهرة يعني بحكى عن غير عاقل يبقى فعله يعطي دوا اه مش محتاج لحرف جر وابقى اختار مكان الزهرة اجيب له لانه يعطي شيء زي ما قلنا يعطي شيء طيب الطريقة التانية اللي انا بقولك على اتأكد بها اوي بص كده هو جاب مفعول نادا طيب نادا اللي هو جايبها جايبها غير ايه يبقى غير مباشر اهو نادا غير مباشر خلاص يبقى انا علي يبقى اه المفعول التاني يبقى عكسه نادا طلعت غير مباشر يبقى اللي انا هاختره يبقى يبقى مباشر وابقى انا كده اتأكدت ان الاجابة بتاعتي ساليمة اتفقنا كده طيب اه نكمل اه نادا جو بي دوني ساتفولور المرة دي بقى عايز تضمير مكان مين مكان نادا طيب نرجع كده فوق كده تاني احنا قلنا ها فعل ليعطي دول اه ياخد حرف جر مع الانسان ياخد حرف جر مع الانسان طبعا هبنتكلم على نادا ها يبقى يعطي الى نادا فعشان كده ها زي ما انتم شايفين كده اخترت الضمير ليعطي لشخص ما طيب عايز افاكد اكتر بصوا كده المفعول اللي هو جايبه و جايب وردة جايبها ايه او زهرة جايبها مفعول به ايه مباشر يبقى نادا تبقى غير اه غير مباشر تمام كده طيب المثال الثالث سجو بيار عايز تضمير مكان اللاعب جو باس اه 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 طيب فربي باسيه ها يمرر يمرر لاعب ولا لللاعب لللاعب يبقى ها لوي يمرر الى الى شخص اه الى شخص ما زي ما انتم عارفين طيب اه رقم اربعة تي دون اه شكا دو اتي بارون اه انت عطت الهدية ديان لولدك اه بقول وي جي ضن لوكادو اه يعطي زي ما قلنا فوق يعطي الى اه لعنى الوالدين يبقى لير طيب بصوا كده المفعول اللي هو جايبه جايب الاه الهدية الهدية مباشر يبقى اكيد الولدين لازم يبقى العكس يبقى غير اه يبقى غير مباشر لانس لانس لوبالون اه علي اه مرر الكورة المين اه العلي تمام لانس لانس اه احمد بصوا بقى معايا هنا كده اه هنا اه جاب مفعول اللي هو مين احمد احمد غير مباشر يبقى يعصد ان هو عايز ضمير مكان اه مكان الكورة عايز ضمير مكان الكورة يبقى عشان كده اختار له طيب الله ده ده امر اه الضمير بيجي فين بيجي بعده طيب وايه ده اللي ما عملتش اللي عبوصف قال لي لا بحال فجار زي ما هتكلمنا قبل كده لما في حالة الامر المشبت والضمير اللي هو لا يوجو ورا الفعل بيكتبهم كاملين اه واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله اه